بسم الله الرحمن الرحيم الثالث التجاري شعبة الإدارة سنتابع معا شرح مادة محاسبة الضرائب اليوم سنقوم بشرح الدرس الثاني وهو ضريبة المرتبات وما في حكمها وهنا هندرس الجانب العملي من محاسبة الضرائب ودرس المرتبات هو درس مهم جدا لأنه كده كده بيجي في الامتحان هنذكركم بما خدناه في الحلقة السابقة كنا نتكلمنا مع بعض عن مفهوم الضريبة والتقسيمات المختلفة للضرائب والنظام الضريبي المصري الحالي وتوصلنا إلى أنواع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وجلنا أن مجموع صافي الدخل من المصادر الآتية المرتبات وما في حكمها وده أول درس هناخده في العملي وهي الضريبة على المرتبات وما في حكمها اللي تخص الأفراد نتفاجنا مع بعض النظام الضريب المصري في نوعين من الضرائب ضرائب على الأفراد لأشخاص الطبيعيين وضرائب على الشركات والمؤسس الأشخاص اللي اعتبارية فهنحن نتكلم عن أربع أنواع في الأول المفروضة على الأفراد أول نوع الضريبة على المرتبات وما في حكمها تاني نوع جلنا إرادات النشاط التجاري والصناعي تالت نوع إرادات المهن الحرة رابع نوع الصروة العقارية دول الأربع ضريب المفروضة على الأفراد هناخد النهاردة الضريبة على المرتبات وما في حكمها وإزاي بنحسبها داخل الجدول الضريبة إيه هي الإرادات الخاضعة للضريبة لو أنا باخد مرتب وما في حكمها يا ترى إيه الإرادات اللي بتدخلي عايقون عليها ضريبة بيقولي أول حاجة المرتبات والأجور وما في حكمها يعني أجور أو مرتبات بيقول الأجر أو المرتب هو أجر مقابل عمل هشتغل مع حد فبأدي عمل بأدي مجهود فلازم باخد مقابل المقابل ده بسميه راتب أو أجر وما في حكمه والنزي الأجر الإضافي الأجر المتغير حوافز الإنتاج بدل طبيعة عمل كل دي اسمها وما في حكمه اتنين المكافآت نظير القيام بعمل إضافي لو هاخد مكافآت نظير القيام بعمل إضافي فهي خاضعة للضريبة ثلاثة المزايا النقضية والعينية لو أنا حصلت على أي مزايا نقضية أو عينية من داخل الجهة اللي أنا شغال فيها فدي بتتحسب عليها ضريبة ده كان الجانب الأول الإرادات الخاضعة للضريبة يبا أنا عارف كده لو أنا موظف بقبض مرتب إيه الإراد اللي هيخضع للضريبة التلات حاجات اللي قلناهم طيب من ضمن الإرادات بتاعتي بقى فيه أجزاء معفاة من الضرائب مع لهاش ضرائب إيه هي الإرادات المعفاة من الضريبة واحد بيقول لي إعفاء الحد الأدنى للمعيشة وقدره 8000 جنيه سنويا للممول المقيم أي ممول مقيم داخل الدولة فهو معفا من مبلغ 8000 جنيه حد أدنى للمعيشة عشان أقدر أعيش به يبقى ده أول إعفاء ثاني إعفاء بيقول لي إعفاءات بقوانين خاصة وده بتصدر بها قوانين خاصة زي العلوات الاجتماعية والعلوات الإضافية والعلوات الخاصة والمبالغ التي هي تطلبها العمل ثلاثة إعفاءات طبقا للقانون في بقى إعفاءات بيصدر بها تشريع أو قانون من مدلس الشعب زي إيه بيقول لي زي إعفاء شخص ممول وده مبلغ سابت وقدره 7000 جنيه سنويا واشتراكات التأمين الاجتماعي وده بتكون بشرط بنسبة 13% من الأجر الأساسي و10% من الأجر المتغير يعني أنا لو بدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي بيتخصم مني 13% مع لهاش ضرائب و10% مع لهاش ضرائب بالنسبة للأجر الأساسي والمتغير مع مراعاة الحد الأقصى في التمرين 4- اشتراكات العاملين في صندوق التأمين الخاصة لو أنا مشترك في أي صندوق تأمين خاص فده برضو معفا من الضرائب إيه تاني خمسة أقصات التأمين الصحي وأقصات التأمين على الحياة لو أنا أقمن تأمين صحي الشركة بتاعتها مشتركة في التأمين الصحي فبحسب تأمين صحي وده بيكون زي اشتراك التأمين الاجتماعي لنسبة للأجر الأساسي ونسبة للأجر المتغير ومعاه أقصات التأمين على الحياة يعني إيه أقصات تأمين على الحياة بقول له وإنا ممكن أأمن على حياتي في حالة الوفاء بمبلغ معين في شركات التأمين الخاصة ومبلغ التأمين دي بتكون له صالح شرط هنا أنه تكون له صالح زوجته أو أولاده القصر أو ابنته البالغة غير متزوجة يعني لو للتلاتة دولة أو لحد من التلاتة فهو معفا بالكامل من الضريبة لو لحد غير دولة لصالح حد تاني غير التلاتة اللي تكلمنا عنهم في الحالة دي مش هعف المبلغ من الضريبة طب لو جاء لي جزء لزوجاته مثلا وجزء لوالدته هقول له الجزء اللي رايح لزوجاته ده معوفا من الضريبة والجزء اللي هو صالح والدته غير معوفا من الضريبة طب لو أولاده القصر جزء والابنه البالغ المتزوج جزء أقول لك لا أنا هاخد أولاده القصر فقط وابنه البالغ المتزوج غير معفى من الضريبة باخد نصف المبلغ زي بيقول لي هنا بعد ما اعمل اقصاط التأمين الصحي واقصاط التأمين على الحياة وهناخد بعد كده في الجدول الضريبي بعمل حاجة اسمها شرطة او مقارنة بيقول لي اشترط للتأمين الصحي والتأمين على الحياة الا تزيد جملة ما يعفى للممول عن 15% من صاف الاراضي الشهر المعقد بعد ما احسب صاف الاراضي الشهر المعقد اللي هجيبه اضربه في 15% او 833 و33 جرش ده مبلغ سابت اللي هو المفروض كان 10.000 جنيه سنويا بس انا عشان بحسب الضريبة الشهرية فبكسم على 12 بيديني مبلغ 833 و33 جرش او المدفوع ايهما اقل يبانا هنا بعمل مقارنة بين 3 ارقام يأم 15% من صاف الاراضي الشهر المعقد او 833 و33 جرش او المدفوع ايهما اقل اخذ اقل مبلغ واخصمه من صاف الاراضي الشهر المعقد وده هنشوفه عملي وهنفهمه اكتر في الدرس العملي هناخد مثال توضيحي بفرض ان صاف الاراضي الشهر المعقد 1523 جنيه عندي ممول حسب تلو صاف الاراضي الشهر المعقد لجيته بياخد 1523 جنيه والمدفوع شهريا قسط تأمين 200 جنيه سواء قسط تأمين على الحياة او قسط تأمين صحي كان 200 جنيه هنا بنعمل مقارنة بنقول له تعالى ناخد المبلغ الاقل يطرى 15% من 1523 بيساو كام 228.45 جرش اقول له او المبلغ الثاني سابت 833.33 جرش او المدفوع انا دفع كام 200 جنيه قارن معايا باجا بين الثلاث ارقام دولا من الاقل فيهم 228 دولا 15% ولا 833.33 جرش وللانا دفعوا 200 جنيه هلاجي فعلا شطار المدفوع هو اقل مبلغ وهو 200 جنيه يبانا هاخد المبلغ ده واخصموا من صاف الاراضي الشهر المعقد طيب والرقمين التانيين انساهم خالص مالهمش علاقة خلاص بالتمرين انا خدت الاقل فيهم والاثنين التانيين مابصش ليهم تاني ستة ايه تاني معفهمنا الدرائب المزايا العينية الجماعية لو انا موظف وباخد مزايا عينية جماعية زي زميلي زي مثلا اشتراك الاوتوبيس او مثلا وجبات او ملابس فدي كلها معفهمنين من الدرائب سبعة حصة العاملين في الارباح لو بتيجي الشركة بتاعتنا بتيجي اخر السنة بتوزع ارباح للعملين فالحصة اللي بياخدها العاملين ديت معفاية من الدرائب تمانية ما يحصل عليه اعضاء استلك الدبلوماسي والقنصولي زي السفراء لو انا شغال سفير فبيعفيلي المرتب اللي بياخده من السفراء هنا نتكلم عن الجوز العامل يبقى وهي خطوات حل تمرين الدريبة على المرتبات وما في حكمها ايه هي خطوات الحل اللي انها ببدأ احلها في التمرين جل اول حاجة والاساسيات ده نتكلم عنها بنحفظها سواء عندي تمرين او ما عنديش تمرين انا بحفظ الاساسيات دي وبامشي على الخطوات دي لما يجي للتمرين العامل في الامتحان اول خطوة حساب اشتراك التأمين الاجتماعي وقبل ما احسب اشتراك التأمين الاجتماعي لازم اركز في ثلاث حاجات معاك في التمرين ايه هم الثلاث حاجات دولة يجب ان تكون معطيات التمرين شهرية ليه شهرية لان انا احسب الضريبة داخل الجدول بالشهر فلازم المعطيات عندي سواء كان مرتب اساسي او مرتب او اجر متغير او وجود اضافية او بدل طبيعة انتاج او 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 الحاجات ده كلها لازم تكون شهرية طب انا اجاب هالي في التمرين السنوية يبقى اكسم المبلغ على 12 عشان يتحول لشهري يبدأ اول مرحوظة لازم اخد بالي منها جبل حل التمرين اتنين يجب مراعاة الحد الاقصى اذا ذكر في التمرين انا بيجيلي في التمرين مثلا يقول لي والحد الاقصى للتأمين الاجتماعي على الاجر الاساسي كذا والاجر المتغير كذا لازم لو جايلي في التمرين الكلام ده لازم اقارنه بينه وبين المدفوع فعلا يبقى مضربش الاجر الاساسي في 13% في اشتراك التأمين الاجتماعي غير لما قرنه بينه وبين الحد الأقصى وهنشوف الكلام ده عملي ثلاثة عند حساب التأمين الاجتماع والتأمين الصحي بنلاحظ أن العلاوة الخاصة المضافة للأجر الأساسي بتروح تتجمع مع الأجر الأساسي والغير مضافة للأجر الأساسي بتتجمع مع الأجر المتغير يبقى أنا عندنا عين من العلاوات الخاصة يأما مضافة للأجر الأساسي بتتجمع على الأجر الأساسي أو غير مضافة للأجر الأساسي يبقى بتروح للقجر المتغير وفي كل ترحالات الاتنين دولة معفين من ضرائب داخل الجدول ان انا بجمعهم عندي حساب التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي هنبدأ بجاء في خطوات حل التمرين يبقى بعد ما لاحظت الثلاث حاجات اللي انا قلت عليهم هبدأ احل في التمرين بتاعي اول حاجة هجيبها هي اشتراك التأمين الاجتماعي وهنا بنقول بيحل اجباري يعني اجباري يعني انا مش لازم يقولي في الامتحان الشركة مشتركة في التأمين الاجتماعي ولا مش مشتركة كده كده بيتحل اشتراك التأمين الاجتماعي ولازم احسبه خارج الجدول الضريب بتاعي هحسبه ازاي منقولي انا عندي اجرين اجر اساسي واجر متغير هحسب الاجر الاساسي الاول الاجر الاساسي ده عبارة عن حشتين بس مرتب اساسي زائد علاوة خاصة مضافة لاجر الاساسي يبقى انا عيني على التمرين على الرقمين دولة المرتب الأساسي واجمع عليه العلاوة الخاصة المضافة لأجل الأساسي وقارن بينه وبين الحد الأقصى ده لو في حد أقصى في الامتحان طب ما فيش حد أقصى يا أستاذ يبقى نضرب في 13 على 100 مباشرة أخذ المبلغ اللي جمعته واضربه في 13 على 100 طب لي جيت في حد أقصى أقارن بينه وبين المبلغ اللي أنا جمعته وأخذ أيهم أقل يبقى لازم أخذ المبلغ الأقل وهو اللي أضربه في 13 في المية اتنين هجيب الأجر المتغير إيه هو الأجر المتغير ده بنقول مثلا زي طبيعة العمل بدل طبيعة عمل أو حوافز إنتاج أو أجر إضافي أو حافز إضافي كل دي اسمها إيه أجور متغيرة أو بدل تمثيل واستقبال أو علاوة خاصة غير مضافة للأجر الأساسي فهنضيفها للأجر المتغير بجمع كل دولة مع بعض سواء جال منهم اتنين جات واحدة جاء أربعة جم مجموحهم كلهم مع بعض بجمعهم وقارن بينهم بين حد الأقصى إذا ذكر في التمرين واخد المبلغ الأقل واضربه في عشرة في المية طب لو ما فيش حد أقصى هاخد مجموع المبلغ ده كله واضرب مباشرة في العشرة في المية ثانيا هنجيب مع بعض اشتراك التأمين الصحي وهنا بنقول اشتراك التأمين الصحي ده اختياري والله يجي في التمرين ورد بنص في التمرين أحله ما وردش بيه نص في التمرين ما حلوش يعني يجي بيه نص في التمرين هيجي يقول كده الشركة مشتركة في التأمين الصحي بنسبة كذا أول ما يقول لي الجملة دي يبقى على طول أعمل له اشتراك التأمين الصحي وده بعمل نفسي خطوات اشتراك التأمين الاجتماعي أول حاجة بيجيب الأجر الأساسي واتفاجنا الأجر الأساسي مرتب أساسي وعلاوة خاصة مضافة الأجر الأساسي بس المرة دي بضربهم في نسبة 1% الأجر الأساسي 1% الأجر المتغير بعد مراعاة الحد الأقصى ناخد أيهم أقل 3% بنحسب أقصات التأمين على الحياة برضو زيه زي التأمين الصحي إذا ورد به نص في التمرين يعني لو جل كده الممول مؤمن على حياة والصالح كذا وكذا يبقى في الحالة دي نعمله أقصات التأمين على الحياة ونشوف هي الصالح مين اتفاجنا مع بعض الصالح مين 3% ممتازين منهم الزوجة وأولاده القصر ومن ثاني ابنته البالغة غير المتزوجة أي حد غير دولة ماخدش المبلغ خالص يبقى هو بيقول لي بشرط أن يكون له صالح الممول وزوجته وأولاده القصر وابنته البالغة غير المتزوجة يخصم المبلغ بالكامل غير ذلك لا يخصم طب لو جالي زي ما قلنا ابنته البالغة غير متزوجة ومسلا ابنه البالغة بناخد نص المبلغ ايه شكل الجدول بجا؟ هنجي نحسب الضريبة الشهرية على المرتبات وما في حكمها ده الجدول الضريب بتاعي هنا اللي يحسب لي صاف الدخل بتاع الممول وعليه ضريبة كام هقول له أولاً لازم أجيب إجمال الأجر لأساسه المتغير احنا هنا يا بنات بنتكلم مع بعض عن ايه؟ شكل سابت بحفظ الكلام ده زي ما هو اللي بيتغير الأرقام بس أو جزء من الأجر الأساسي والأجر المتغير إنما بجيط الحاجات بتبقى سابتة معايا في التمريد وأقصات التامين الحياة أو أقصات التامين الصحي جلنا ممكن تيجي وممكن ما تجيش طيب أول حاجة جلنا بنجيب إجمال الأجر الأساسي والأجر المتغير ايه هو الأجر الأساسي؟ التفاجن مع بعض بيكون مرتب أساسي وعلاوة خاصة مضافة للأجر الأساسي هنا في ملحوظة إن العلاوة الخاصة المضافة للأجر الأساسي بكتب جنبها كلمة معفاة يعني ما معفاة؟ أنا ما كتبش الرقم بتاعها خالص مع لهاش ضريبة يبقى بيخذ المرتب الأساسي فقط هنجمع عليه الأجر المتغير التفاجن إنه هو زي بدل طبيعة عمل أو بدل تمثيل واستجبال أو زي حافظ الانتاج أو علاوة خاصة غير مضافة للأجر الأساسي وهنا برضو العلاوة الخاصة المعفاة ملحاش رقم عندي أجر إضافي أو حافظ إضافي برضو كل دولة اسمهم أجور متغيرة هجمعهم كلهم واجمعهم بعد كده مع الأجر الأساسي يديني إجمال الأجر الأساسي والمتغير طيب هنجمع اللي اتنين مع بعض زي ما قلنا ثانيا بنخصم منه خصمين عندي الخصم الأول وهو إعفاء شخصي للممول وقدر التفاجن 7000 جنيه على 12 583 و33 جرش ده مبلغ ثابت في كل التمرين اتنين بنخصم اشتراك التأمين الاجتماعي اللي جبناه بره الجدول ونجمع الاتنين مع بعض ونخصمهم من إجمال الأجر الأساسي والمتغير يبقى أنا عندي 583 و33 جرش هجمع عليها اشتراك التأمين الاجتماعي اللي جبته بره الجدول أجمع الاتنين مع بعض واخصمهم من إجمال الأجر الأساسي والمتغير النتج بتاعي ده هنسميه صافي الإراد الشهر المعقد صافي الإراد الشهر المعقد خلنا نبالنا الرقم ده هنعوزه كمان شوية هنخصم الخصم التاني أقصات التأمين الصحي وأقصات التأمين على الحياة هجمعهم الاتنين مع بعض وهنا يا أستاذة بقول استوب أجف شوية هنا ليه هنجف شوية؟ لأننا هنعمل المقارنة اللي التفاجن عليها إيه هي المقارنة؟ بجيب صافي الإراد الشهر المعقد اللي هنا هنحتاجه كمان شوية اللي هو المبلغ ده واضربه في 15% واستنى شوية واجيب مين تاني؟ 833 و33 جرش ده المبلغ التاني اللي هعمل معه مقارنة ده مبلغ سابت المبلغ التالت وهو المبلغ المدفوع اللي هيطلع النتج بتاعه هنا واعمل مقارنة من الثلاث أرقام أيهم أقل؟ 15% من صاف الإراد الشهر المعقد ولا 833 و33 جرش ولا المدفوع؟ هنشوف مين أقل رقم فيهم وهو ده اللي هنخصمه من صاف الإراد الشهر المعقد وهنا عندي ملحوظة بيقول يطبق الشرط عندما تكون هناك مبلغ مدفوع فقط يعني لو في التأمين بتياء ما عنديش أقصاد تأمين صحي ولا تأمين على الحياة يبقى ما أعملش المقارنة بعد ما أعملنا المقارنة وخدنا المبلغ الأقل هنا المبلغ اللي هيطلع عندي بسميه صاف الإراد الشهري الخاضي على الضريبة كده أنا وصلت لصاف الإراد الشهري اللي عليه ضرائب بس هنا أحوله السنوي ليه أحوله السنوي؟ لأننا هخصم بعد كده حد الأدنى للمعيشة وحد الإعفاء اللي هي 8000 جنيه وتخاصم سنويا طيب هنضرب المبلغ بتاعي في كام؟ هنضربه في 12 يبقى لو أنا عايز 7000 جنيه أحولها الشهرية يبقى أقسم على 12 طيب لو أنا عايز أحول الإراد الشهري القاضي على الضريبة إلى سنوي يبقى أخذ المبلغ اللي طلع الشهري واضربه في كام؟ في 12 هيديني النتج ده هخصم منه الشريحة المعفاء أو الحد الأدنى للمعيشة وقدروها 8000 جنيه وديت بقانون والله السنة دي علينا 8000 جنيه كل سنة ممكن تضغير عن التانية فأنا السنة دي سابتة معي كام؟ حد الإعفاء هيبقى 8000 جنيه هخصم من صاف الإراد الشهري القاضي على الضريبة ولا السنوي صاف الإراد السنوي اللي أنا حولته من شهري لسنوي هنخصم منه 8000 جنيه هيديني الوعاء الضريب ومقرب لأقرب 10 جنيهات والتفاجنا جاب لي كده يعنيه مقرب لأقرب 10 جنيهات اللي جاب للعلامة على الشمال اللي هي الفكة هنحزفهم خالص واللي جاب للعلامة أو قدام العلامة نحية نحية الشمال هنخليه صفر واللي جاب ليها نحية اليمين بنحزفه خالص تمام بعد كده بنعمل الشرايح بتاعتي ونشوف بجا يطار الممول هيدخل في الشريحة الأولى اللي هي قدرها 22000 في 10 عالمية والشريحة التانية اللي هي قدرها 15000 في 15 عالمية واللي هيكمل معنا الشريحة التالتة اللي هي 155000 في 20% واللي هياخد الأربع شرايح مجتمعين وتكون الشريحة الرابعة أكثر من 200 ألف جنيه أو أكثر من 155000 ألف جنيه في 22.5% ونجمحهم مع بعض كلهم يبقى دي الدريبة السنوية طب لو أنا عايز دريبة شهرية يبقى أكسم الدريبة السنوية على كام على 12 وهناخد مع بعض إن شاء الله في الدرس التالت تمرين كامل أو تمرينين على ضريبة المرتبات وما في حكمها وبكده نكون انتهينا من الدرس التاني وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر